ممثل تونسي محمد فوكا 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 عمضة فوكا نغطي شكو ما نغطي شكو ما نغطي شكو ما عانت ديما اخوذ كونتر بارتي انت ما تحبش هذيك ما لأنا ما نحبش هذا فهمت شنقصد يعني مما بصراحة هو هكتشوفيه هجمة دي جاء عليه ما عانت باللي مش نعملينه واحد وكل شاي زيت انا ديما نقول معاش كيفيك المثال هو تداه ويعمل داه ويمر ومر ومور ما رأيك خاصة من انه تصريح فيه معانتها ايثاء او في اعتداء على حريات الغير يكون من معانتها شخصية موثقفة لنورمال مو تكون قدوة في المجتمع التونسي نسبة كمواطن تونس ما نقبلوش الشي هذا ونحط الحرية معانا حرية المرأة معانا وحني كشعب مسلم معانا نحبه انا المرأة تحب تعمل حجاب تعمل حجاب متاح معانا ما نجموش مش نحوول ان برانسيب من النخبة يكون حاجة احنا يكون لنا قدوة اللي نحنا يعني مش تصريح كما هذي اتي رجعنا عشرين سنين التالي وثلاثين سنين التالي وحنا عملنا ثورة للحرية بش واحد سايب لاحطه بش تلبس الخمار حرة بش كل واحد حر يعني اللي ما نقولوش هذا شبيهك وهذا شبيهك كمواطنا تونسية وخاصة تحديدا كمحجبة تونسية ترى انه خاصة بعد الثورة المشاكل متاع الحجاب ومسألة الحجاب ماهيش معانا نورمال مو تكون ماهيش مسألة لنقاش نجاوزها ونتصور جاوزناها ماهيش مش نقعدو نحكو كان على الحجاب عندنا مسائل اخرى معاناها تهم المجتمع اولى من الحجاب الحجاب ديما هاكي المرأة المسلمة خليها حرية حرية تحب تتحجب تحب ما تحجبش هي اخرى اما مايكونش معانا هو بش مايقلقى ولا معاناها بنسبة للمرأة يكبتلها الحرية متاحها لأ بالنسبة لحني طوى في تونس معاناها قعدنا في مسائل معاناها حاجات معاناها تافهم متاع حجاب ومعانا الناس قاعدت طورت ومعاناها نذكرها فما حني كمسلمين شعب مسلم اللي يحب يدير الحجاب يدير الحجاب مايحبش مايحبش معاناها قعدنا معاناها في معاناها مسألة معاناها مايش باش تتخدم كل مرة نشوفوا تصريح يصدر خاصة من مثقف يوسيء لفئة معينة وفي حتى تدخل في شؤون الغير وفي حريات الغير اللي هنيها لانه النجم نقوله مساج خليح حرية تعبير وانه النجم نقوله واجب على النيابة العمومية ان تتحرك باش نعملوا حد لمثل هذه التجاوزة واجب على النيابة العمومية باش تتحرك على خطر شي مس من حرية المرأة المحجبة خصوصا من الجمش يفرض على كل مرأة باش تنحي حجابها ولا التعامل المفروض معاناها الحاجة هذه مفروض معاناها مافيهاش نقاش بنسبة المرأة مسلمة تتحجب ولا مافيش نقاش معانا نشوفها هنا يلزمنا نتعدل ويلزم تتكلم فيها بالحق النيابة العمومية على خاطر معانا نشوفها حاجة مايش حرية متاعها مايش حرية شخصية ولا حرية رأي باش هو معناها هو كرأي خاص ينجم يكون هو ضد الحجاب اما ميفرض شرية على المجتمع الكل باش واحد معناها يمس من حرية المرأة لا عمره ما كانت حرية المرأة في الحجاب هانا متحجبين والحمد لله يا ربي متحريرين ومثقفين وانا معناها كل شي متفردين ماوش باش يكبت الحرية متاع المرأة في حتى شي على فكرة احنا في القوانين عنا كم هائل من القوانين ومن المراسيم ولكنها لا تفعل فهمني يعني نداء فهمني يرى تطبق القانون رو باش تكمل باش نكواصلوا احنا باش نبنيوا الدولة هذية للاجيال القادمة ازلنا نطبقوا قوانين رو القوانين الرادعية فهمني رو حريتك تاقف كيف باش تمس حريت غيرك تاقف حريتك فهمني يعني 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 زمنا نكونوا واعين بالشي هذية فهمت اه اه ولت غاب ولت فوزة ولت تدخلات سافرة في في اراء الناس وفي يعني كل واحد يجيب موضوع من عنده ارى مش معقولة كيف فهمني في انضباط يجبنا ننضبطه ننضبطه لتعليم الدولة هذية ولل القوانين فهمني يجب على القضاء ان يتحرك ويفعل القوانين هذية عليش في الرفوف عليش نفعلها علي خليه في الرفوف يعني حتى 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 واحد ما يدخل في غيره وحتى واحد ما يقول الكلمة العيفي دي في غيره رأي اخلاقيات هيا فهمت ارى مش معقولة هكاية فهمني ولا تفوزة ولا قانو غاب ما نقولك شاو كيتبعو فهمتني لكن انا حر خليه تكلم على روح هو رأي ذاك ألزمه وقتيش نوالي نقولك ان النجم النيابة تتحرك كل شي وقت لي هو يمشي وشوف واحدة ينحيلها ولا معاش نوالي يجي البنت وبنته عكس وهو ولا حاجة وقت النجم ونقولك اما طونك هو قاعد يتكلم باركي خليه تكلم على روح دي جاه هو اللي في العمور رديك وفي الواحد وكل شي والهاجمة متاع زماليه وحتى زماليه وفهمت ردوا عليه واحد وكشايموش والبلاتويت حتى في تلافس تم حتم ناس معاته اللي رجعت عليه باقوة حتى من الكلام اللي نقول فيه هنا معاته ليه واجب تتحرك خطر خطر تحريض تولي كلي تحريض على الشعب وتحريض على فئة معينة من الشعب يعني على ذاكي زي ما تتحرك في هذو ما يكونوا مسؤولين مش كيما اي مواطن عادي النخبة والمثقفين وكل شيء يجب مسؤول على كلام واي كلمة يخرجت نجم تعمل اي بالبلة في البلاد تعمل اي حاجة انا اقول له محمد كوكا راك ممثل كبير وعيب عليك يخرج منك التصريح هذي خطر كل واحد حر في اختياراته خاصة في الديانة والشعب التونسي دينه الاسلام لحقيقة معناها مرأة مدينة اول حاجة هذيك دينها فرض عليها بش تكون مدينة وهي حرة بريتو انتي ما عندكش عليش بش تدخل وبش تقول التصريح كيما التصريح اللي قالوا لحقيقة ايساء كبيرة برشة للمرأة المسلمة والمرأة التونسية مرأة المسلمة بصفة عامة المرأة التونسية بصفة خاصة لك ما عندوش عليش بش يتجنع المرأة بطريقة هذيك لحقيقة حتى بعد الثورة في المشهد الاعلامي بصفة عامة والنخبة اللي نسميه مونترقومي بصفة خاصة هذين ساع ساعة نلقاهم يخرجوا بخارجات غريبة وغريبة جدا باسم حرية التعبير وهذا ما أمره مكان حرية التعبير لوندوساء لحقيقة لوندوساء دونك مثل ما هو يمكن عمل تصريح كيما هكا بش يعمل به البوز بش حير اسمه يمكن هني قلتك استغربت 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 بش يكون صادر عن فنان اللي منه المفروض هو أكثر من غيره ويعرش معناه حرية التعبير معناه حرية التعبير بالنسبة لي أنا تاقف وقت لي تبدأ حرية غيرك دونك هو تعدى الحرية الحرية بتاع المرأة بصفة عامة دونك ما تسميهش حرية التعبير هذيه مش هكا حرية التعبير مش هكا اشتركوا في القناة